بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن الOSPF Messages أو رسائل بروتوكول التوجيه الOSPF سوف نتكلم عن مجموعة من النقاط المتعلقة بكيفية قيام علاقة جيلة الOSPF فيما بين الراوترات وعملية تبادل قواعد البيانات لتصبح علاقة الراوترات Adjustment أو اللي هي تعني أنها تبادلت معلومات التوجيه فيما بينها وأصبح لديها الصورة الكاملة لشبكة الOSPF الOSPF Messages أو رسائل الOSPF راوترات الOSPF تتبادل الرسائل فيما بينها ويتم تغليف هذه الرسائل في داخل الIP Packets ويتم استخدام بروتوكول الIP كناقل لرسائل الOSPF ورقم البروتوكول في الIP Header هو 89 ورسائل الOSPF أو الOSPF Packets تتواجد بخمسة أنواع وهي كالتالي عندنا النوع الأول اللي هو الهلو ميسيج أو رسالة الترحيب وهي تستخدم لاكتشاف راوتر الOSPF لجيرانه وإحضار الجار إلى حاثة توي ستيت اللي هي أنه يبدأ في عملية قيام علاقة الجيرة ومراقبة استمرارية وجود الراوتر الجار بحيث عندما نقوم بتفعيل الOSPF على الراوتر وضم منافذ إلى الOSPF عندها سوف يقوم راوتر الOSPF بإرسال الهلو ميسيج تلقائيا وبشكل دوري حيث من خلال ذلك سوف يكتشف راوتر الOSPF جيرانه بطريقة الديناميك وذلك لأنه عندما يرسل الهلو ميسيج من إحدى منافذه واستلم رد بهلو ميسيج أخرى من جاره عندها يكتشف جاره والمنفذ المتصل من خلاله بهذا الجار ويقوم بعد ذلك بالمرور بحالات الOSPF لإنشاء علاقة الجيرة في حال لم يستلم الهلو ميسيج من المنفذ كرد على الهلو ميسيج اللي بيرسلها عندها رح يستمر الراوتر الOSPF بشكل مستمر بإرسال الهلو ميسيج بشكل دوري وتلقائيا يتم إرساله كل عشر ثواني وبعد إقامة علاقة الجيرة سوف يستمر راوتر الOSPF بإرسال الهلو ميسيج بشكل منتظم ليؤكد لجاره بأنه موجود ويعمل في داخل شبكة الOSPF كذلك كما يرسل الهلو ميسيج إلى جاره ليؤكد على وجوده فسوف ينتظر من جاره أن يرسل الهلو ميسيج ليتأكد من أن هذا الجار ما زال موجود ويعمل في داخل الشبكة وفي حال مرور فترة زمنية دون أن يرسل راوتر الOSPF في الجار الهلو ميسيج عندها سوف يتم اعتباره غير موجود فترة الانتظار هذه يطلق عليها الدت انترفال وهي تلقائيا بتكون 40 ثانية أي أنه في حال مرور ال40 ثانية دون أن يستلم راوتر الOSPF من جاره هلو ميسيج عندها سوف يعتبر راوتر الOSPF بأن جاره لم يعد يعمل وغير موجود في شبكة الOSPF وسوف يقوم راوتر الOSPF بحذف علاقة الجيرة مع هذا الجار وحذف جميع المعلومات التي استلمها من هذا الجار عند النوع الثاني من رسال الOSPF ميسيج اللي هي التاتا بيست سكريبشن واللي تعرف اختصارا بـ DD أو DBD واللي هي رسالة وصف قاعدة البيانات وهي تستخدم لتبادل الـ LSA headers أو اللي هي اختصار لـ Link State Advertisement وطبعا الـ headers مش نفس الـ LSA اللي هي رؤوس البيانات الخاصة بالـ LSA أثناء عملية تبادل التوبولوجي المبدئية مما يجعل راوتر الOSPF على علم بقائمة الراوترات الجارة واصطاراتها وبالتالي الـ DD packet أو التاتا بيست سكريبشن هي عبارة عن وصف لقاعدة بيانات الOSPF وأنواع وأرقام الـ LSA الموجودة لدى الراوتر الجار عندي الـ LSA طبعا كل راوتر رح يرسلها الجار علشان يتعرفوا على وصف لقاعدة البيانات الموجودة في كل راوتر الOSPF عند النوع الثالث اللي هو الـ Link State Request اللي تعرف بيه الـ LSR وهي رسالة يرسلها راوتر الـ OSPF لجاره وذلك لكي يطلب LSA واحدة أو أكثر من LSA بحيث يطلب من جاره تقديم تفاصيل كاملة عن الـ LSA الـ LSA وهي اختصار لـ Link State Advertisement اللي هي إعلان حالة الربط وهي التي تحتوي على عنوين الشبكات أو الـ Routes اللي هي المسارات الموجودة لراوتر الـ OSPF وأي تحديثات متعلقة بها ولتواجد الـ LSR عدد من الأنواع تابعة لمكان عنوين الشبكات في داخل الـ OSPF يعني هل هذه الشبكات أو الـ Routes موجودة في داخل الـ Routes أو موجودة في داخل الـ Area أو موجودة مثلاً في Area أخرى أو موجودة في External Routing Protocol بروتوكول توجيه خارجي مثل مثلاً ومعمول له عملية Distribution مع الـ OSPF عندي النوع الرابع من رسائل الـ OSPF اللي هي Link State Update واللي تعرف اختصاراً بها الـ LSU وهي الرسالة أو الباكت والتي سوف تحتوي بداخلها على LSA واحدة أو أكثر وترسل كرد للـ LSR اللي هي Link State Request أو في حال وجود تغيير في الـ Topology إذن الـ LSR فيها طلب لـ LSA معينة أو موجودة لـ LSA والـ LSU عبارة عن رد لهذا الطلب وكذلك قد ترسل في حال حدوث أي تغيير عندي في داخل الـ Topology وشعر به راوتر الـ OSPF عندي النوع الخامس من أنواع رسائل الـ OSPF اللي هي Link State Acrologment اللي تعرف اختصاراً بـ LSAC Key اللي هي تعني تأكيد وهي ترسل كتأكيد لاستلام رسالة Link State Update هذه الرسائل الخامسة مجتمعة تجعل راوتر الـ OSPF يكتشف جيرانه ويتبادل معهم معلومات التوجيه والـ Topology وكذلك بيستخدمها في حال حصول أي تغيير في معلومات التوجيه أو Topology إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مشت من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة